المواجهة الأخرى الكبيرة الصعبة المدهشة اللي مش طبقية باريس سان جيرمان و بايرن الميونيخ باريس سان جيرمان هو اللي بوز القرع علينا كلنا طبعا شفنا طبعا بمفيكا بكيكساب ستا فريق اللي مش عاوزين نقول اسمه فرق كنجوم بالضبط وكان ساعت باريس سان جيرمان هيتقاهل أول ومكنش نلاقي القرع دي ومكنش نلاقي المواجه دي دي باصص لباريس سان جيرمان في الشهران بتاقي يعني اللي هو ايه باريس سان جيرمان كل ما يحاول هو ياخد خطوة انه يفوز بدور يعني انا مسلا انت تصورت انه باريس من اكتر من اكتر فريق مرشحة الموسم دوت للبطولة فجأة يصطدم بفريق كبير فجأة وهم بيعملوا كل حاجة فعلا وتدعمات وبصراحة حتى المشروع بتاع باريس بدأ يتغير وبدأ يبقى فيه لعيبة مهمة جيدة عملية يعني مش مجرد اسمه وخلاص ورغم كده يفوشهم باريس ميونيخ اخد من كلام بقى مدارب باريس 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 نيجل زمان بعد بعد القرع قالك انا مصاب بالاحباط عالش الخاطر قصة بتاعت ان انا ليه اقابل فريق كبير في دول 16 وفي باريس سان جيمان وكان ده كله باريس ميونيخ كان عنده مشكلة اصلا يا كريم في اول السيزن انه بعد رحيل لفندوفسكي مفيش تارجت منه مفيش رقم 9 يقدر يعود لفندوفسكي جابه تشوبو موتنج بقاله اربع مطشات بيلعب او خمس ممارات بيلعب جاب ثلاث اهداف ولكن هو مش اللعيب اللي تقدر بالزبط ومش خير بديل اللي باريس ميونيخ هو حاول يدخل سادي ومانيه في الحتة ديه ولكن سادي ومانيه مش بتاعته الحتة ديه تاخد منه 30 40 في 100 ولكن لما تلعبه على الجناح هتاخد منه 100 في 100 بتاعته فبلعب شوبو موتنج اعتقد انه ممكن باريس ميونيخ في الانتدابات برضو بتاعت الشطة في مريكاته يجيب حد ولكن القصة كلها في باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان السنة اللي فاتت كان ليو ميسي ما كانش بالقوة بتاعت الماء يعني بتاعت يعني ارقام ليو ميسي السنة دي لغاية النهاردة يا كريم كل اكتر من ارقام اللي عملها كلها السنة اللي فاتت فالثلاثة اللي قدام دولها المبفائقين هي دي القصة باريسان جلمان برضو مدرب بتاعه جديد قافل على فرقة وطبعا شوفنا المشاكل كانت ما بين مبابي وما بين نيمار وما بين ميسي في أول السيزن الراجل لم الكلام ده كله باريسان جلمان هو مرشح الأقوى ومرشح الأبرز مش بس في المباراة دي في المباراة كلها فهو صدام صعب جدا وقوي جدا جدا وقد كون في عون حكم الراية أصلا في المدشة من الكتر السرعات من الكتر السرعات هتحصل وواشف حكيمي ودفنس وحاجة لا يعني الله يعينه يعني بس يا القصة كلها دي مباراة عارف انت اللي هو لا ما تيجي تزبط الفست على دي مباراة سريعة دي مش تبقى مش تبقى تخليها نورمال يا خلاص اجري بقى اجري بقى كل ده بزبط بس يبقى الألمان ألمان ويبقى باري ميونيخ وليهم برضو سقر انه هو آخر مباراة لفاندوسك المتصف فيها باري ميونيخ عمل 25 فرصة فهي مباراة مش هتكون سألة مباراة مدربين ومباراة لعبين والتفاصيل الصغيرة عاوز انا شوف باريس سان جرمان لما يلعب كومباكت ويلعب على الترانزيشن والتحاولات قدام باري ميونيخ هيحصل ايه فمباراة تبقى قوية جدا 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 ولكن تاني اقولك الطرف الاقوى والطرف الابرز اللي المفروض يكسب طبعا هو باريس سان جرمان ولكن الألمان ما تستهونش بهم ابدا العقلية الألمانية والطريقة الاحترافية وكل الكلام ده كله سواء منتخب ألماني او باري ميونيخ